اشتركوا في القناة الأولى من نوعها سنة 2012 في إطار اللقاء أقامه معهد جوت بالرباط أعمل المشاركون خلاله التفكير في أوضاع التربية في المغرب لقد اتضحت أهمية التربية الفنية في المدرسة للمختصين في ميدان التربية وعلم النفس وتمت دراستها عبر العالم وقد كان ذلك مطلق مشروعنا هذا فإن تعليم الطفل كيف يكون مبدعا في حياته اليومية هو الضامن لخلق مجموعات بشرية أكثر فعالية وإبداعا في حياتها ومهنها وداخل مجتمعاتها قبلت المؤلفة الموسيقية كيرين روزنباوم التي كانت وراء إنشاء مشروع كومبوزن كميونيتي أن تنضم إلى تجربتنا هذه وتحيي خلال مدة أسبوع في المدرسة الابتدائية العمومية عبدالله بن عباس في مدينة القنيترة ورش عمل حول الخلق والإبداع من خلال مفهومها الخاص عن Active Listening Playground قد ساهم في هذه الورشة مجموعة أتت من مشارب مختلفة من فنانين وموسيقيين وفاعلين جمعونيين فضلا عن معلمين ينتصدون بالمؤسسة المشاربين شرعت كيرين خلال الأيام الأولى في تدريب مجموعتها على مبادئ Active Listening Playground وعلى النهج الخلاق والفني الذي تتبنى وذلك من خلال تمارين على الإصغاء ثم على التأليف والتعبير الموسيقيين اعتمادا على تمارين التعبير الجسدي وقد كان هدف هذا التكوين كذلك تيسير قيام هذه العلاقة الجديدة التي سيربطها المدربون والمعلمات مع الثلاميذ خلال ما سيتلو من الأيام وكذا تعويض التلاميذ على استعمال وسائط الاتصال والتعلم في استقلال عن أي حكم مسبق واعتمادا فحسب على حرية الخلق عند كل طفل إليس لأشعلك أنا متأعاً من because of the way for each of the people here there was one moment of a a a a one moment of a a a one moment of like a a one moment of like a a a okay remember what we said in the beginning okay we have to embrace all these emotions okay when we want to be creative everything is part of it okay everything is part of it إنه نحن نعرفه ثم يمكننا نعرفه ترجمة نانسي قنقر بعد تواصل تلقائيين وحيويين مع التلاميذ وكسب ثقتهم صرعت كيرين روزنباوم ورفقاؤها في سلسلة من التمرينات الموسيقية والتمهيدية في البداية كان التمرين الرئيسي على الإنصات الإنصات إلى الأصوات التي تحيط بنا وتلك التي تسكن مخيلاتنا ثم محاولة خلق تأليفات تلقائية الأول أنا براسي ما كنتش مستوعبة الفكرة ديال كيفاش عان ربط ما بين الصوت والتعبير مش نعبر سواء بالرسم أولا بالحركة أولا ولكن على المراحل ديال التجربة اللي عشناها من السبت حتى البارح الخميس تفاجأت بللي أن الطفل إلا خرجناه من ديك القيود اللي كان نرسموله يمشي عليها اللي كان نرسموله وكان قولوله ضروري تمشي عليها فرا ما كيوصلش ضروري غدي يعتر إما اللي من أولا لازم وكان التمرين التالي على مجارات الأصوات التي تصدرها الساعة الكبيرة أو تلك التي قد نتخيل أن بإمكانها أن تصدرها ثم محاولة خلق إيقاع عن طريق غناء الأعداد ثم بعد ذلك خلق إيقاعات عن طريق صوت الورق والقارورات وأكياس البلاستيكية وأخيرا لعبة أنا أرسم وأنت تغني I paint you sing وهي لعبة تتمثل في أن نغني أصواتا تناسب الرسم الذي يرسم أمامنا وفق الإيقاع الذي يفرضه علينا وحسب طابع الخطوط وإيقاع الرسم والحركة مما يتيح الفرصة لخلق ما لا نهاية له من التآليف التي تغنى حسب مخيلة كل مشارك وما يوحي إليه به هذا الموقف أعطتنا هذه التجربة وحيد الفرصة أخرى باش نعودوا نبنيوا واحد العلاقة أخرى مع التلاميديا ونا بشكل آخر بأكتر في اي اكتر في قرب من منا ونحيطوا للحواجز البعض التي كانت مددى تكون بيننا وبينهم ونحن نحن بطل عند الطفل نحن نحن التطافل بأنه يتكلموا عنه يعني قد ربي فيه حتى جديد الحس لمصير الفاقي يعني اي صوت يسمعه يقولون يعطيه معنى معنى جديد وكتولون احتل اذن دياله وتحاول ما امكانه تجتهر لذا كانت تلتاقط جميع الاسوار بفضل مشاركة كيرين روزنبام وزملائها المدربين سرعان ما استوعب الثلاميد وكذا معلموهم كون عملية الخلق لا حدود تحدها وكونها عملية لا نهائية كما جاء في مقابلات مع أخصائيين في هذا المجال وعلى رأسهم كين روبينسون تمكن تربية الفنية في جميع أشكالها الطفل من أن يتعلم التعبير عن نفسه والابتكار والمتابرة والمشاركة كما تعلمه الاستفادة من أخطائه وتكوين رأي مستقل واحترام الغير والقدرة على ربط الحوار ورفض النماذج الجاهزة وتقبل المغايرة والاختلاف والتدرب على روح المبادرة كما أنها تتيح له القيام بتجارب باستعمال مختلف الأدوات التي تحيط به إنها أداة تكوينية لنفسية التفل وبناء شخصيته ومن أخطائه؟ لذلك، أنني لقد اخطت مزيدة لأنني أستمدروا لأنني أتكوين موسيقيا لأنني أمتلك مزيدة لأنني أتكوين موسيقيا كما أنني أتكوين موسيقيا والمعارضة الوصولية بين المعارضة التي أعلم في ميزة وهو الموسيقى والمعارضة الوصولية هي ما هي الأمام المهمة نتحدث عن اكتبات تكنيزية ويساعدة الأشخاص من الوصولية يعني إذا كان الإنترنت ومتعني بكيفية أحيانا ومتعني ذلك كنت تتعلم في العام ومتعني ذلك كنت تتعلم في نهاية ومتعني ذلك كنت تتعلم في نهاية ويجعل ذلك كل ما يتحدث في حياتي نهار على نهار ستوعبت الفكرة وفهمتها وربما اكتشفت في راسي شي حوائج اللي كانوا ما كانش متوقع انهم عندي يعني ما نهدرش غير طب كان هدرت على راسي انا تجربة غيرت فيها بزاف انا يعني كشخص اشتركوا في القناة موسيقى يعني تفذ الورشة اللي ذرها أنه يتعلم العرية أنه يتعلم السمع أنه يتعلم المسائل نحن نساءل وكلنا بناتنا يعني نحن ليس نعمل لعب كلاعب يعني ليس نعمل لعبه ولكن هذا اللاعب يتعلم في داخل القيصم مثلا التلاميذ المستوى الأول والمستوى الثالث كيف دوعات القرنسية والتلاميذ القرين يعني في الحروف يعني أنه يتعلم ومتكون شغالتكونا يعني كل واحد كيفاش يدد ذاك اللاعب يتعلم وغيرتكونا 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 يعني وذلك شراء وغيرتكونا يعني تلميذ ما يحش بك لأنك انتالي كتفرض عليه يحس أنه يلعب وفي نفس الوقت رأيكو يستفد وتكون إن شاء الله شكرا يصبح كل مشارك في الأكتف لسنين بلايغراوند صوتا وآلة موسيقية ومعلما وطفلا وطاولة قسم وقلما وكيسا بلاستيكيا وقارورة وفضاء وشخصا فثلنا موسيقى 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 يمكننا فعل ذلك مع 10 أصدقائنا ثم فعل ذلك مع 80 أصدقائنا نرى أنه عندما يجعلهم يجعلهم المفتحات و المفتحات المفتح يجب أن يفعلون ما يفعل وكيف تقلقوا في 5 سمم كل شخص الذي كان يشاركيه أصدقائه كانت في 5 cm لأنه ليس بشكل كبير إنه ليس بشكل كبير بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر 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 لقد كانت هذه الورشة النموذج تجربة إنسانية وتربوية ناجحة كانت فضاء للتبادل والتفتح بالنسبة للمشاركين جميعا كما كانت مناسبة للوعي الملموس بأهمية التربية الفنية داخل المدرسة وهذا بفضل المفهوم الرائع الذي تعتمده كلم رزبان مفهوم The Active Listening Playground مفهوم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة